أولا يشرفني ان انا وكل الصناع الجديد في مصر احنا المتقدمين ومتحمسين لهذا القانون يعني انا من اشد الناس وبنقشه في مجلس الشورى انا وكل الصناع الجديد لان قانون الغذاء الموحد باحماية لنا وحماية للاستثمار المنظم وللصناع الجديد احنا احطاني على احدا من هما ده لا 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 ده الدكتور هو انا بنقش معه وقشد المتحمسين لهذا القانون انا وكل الصناع الجديد واللي هما بتكلم عنهم اللي هما الناس عرفاهم والدولة شايفاهم وتحت سيطرة الدولة لان مصلحيكنا ان احنا نوقف انا اسف يعني اللي هو العشوائيات واعنا مش ضد العشوائيات لكن انا عايزوني ان يظهروا للنور يخضعوا للرقابة ويشتغلوا زينا وينضموا للمجتمع الصناعي الفرق ما بين الكيلو في التمن الفرق في التمن ما بين الكيلو اللي انت بتسمعه او اي مصنع كبير ويسمعه والتمن الكيلو في الحدادة المغلوط المصدر يعني يبقى تقريبا ادي والله هو حاجتين ساعات بتكون في بعض الاصناف ضعف وساعات تكون تلت ابعاف وساعات المصنع ده هو يبقى عنده همش كبير اوي ويقرب اوي ويبقى مثلا اقل ادنين جنيه تلاتة جنيه في كيلو اللي عايز اقول لي اسمعه وعشان يبقى فيه فايدة اكتر للناس حضر واحدة بس هقولها واحدة بس حضرتك واحد قال الاسلام المرتجع كله عايز اقول لي اسمعه اللحمة لما بتوصل لدرجة 80 قوية بتتحول لشيء اخرى هي مش لحمة اللنشون ده بروتين حيواني ولكن ليس لحمة يعني ايه معني ايه؟ علي دقيع Barbie epi المصنع المتقدمة تستخدم ايه؟ المصنع المتأخرة بقى تستخدم فيه ناشا وتستخدم كانت تطبيقه اي حاجة تانية اي مواد ناشاوية مالقة مش دهون و بقايا طبعا بقايا اللحون و فلسوية والطوابل والحاجات دي بتخليه انها تعموا كويس يعني انه مدخلات التعم وريحة انه مقاطع مدفلوا فلسوية و مدفلوا لحون ممكن منتهيت الصلاحية و مدفلوا حاجات كثيرة كل دوارد ولا احد لو كان وكنا نضيف له علامة زوارة؟